في بداية البرنامج طبعا لازم أعزي أسرة الراحل الكبير الأستاذ الصحفي المرموق المتميز الأستاذ مفيد فوزي الأستاذ مفيد فوزي لم يكن صحفيا عاديا وأنا ما بحبش أستخدم كلمة إعلامي اللي هي ماشية في السوق كده اللي هو أي حد يبقى إعلامي صحفي يبقى إعلامي مذيع يبقى إعلامي كله يبقى إعلامي لا مفيد فوزي كان صحفيا صحفيا درجة أولى وفي شغلتنا ديت في ناس بيتقال عليها لقب الأستاذ يعني إحنا في الكارب بتاعنا ده في ناس قليلة يتقال عليه الأستاذ فلان زي ما كان بيتقال الأستاذ هيكل فده الأستاذ مفيد وليلين اللي بقيين من الأسادزة ربنا يتطول في عمر الناس إنما هو كان أستاذ درجة أولى صحفي حرفي عظيم ومش عايز أقول الجملة البيخة اللي كل الناس مستخدمها النهاردة تتفق معاه أو تختلف معاه لا من غير اتفاق واختلاف هو كان حرفيا من الدرجة الأولى صحفي صحفي وأنا ما بقولش الكلام ده من بعيد أنا اشتغلت مع الأستاذ مفيد فوزي صحفيا ومزيعا أنا كان لها الحظ إن أنا أعدت جنب مفيد فوزي في تقديم البرامج يعني كنت أعد جنبه وإحنا اللي اتنين نقدم برنامج فأنا كنت بشتغل مع الأستاذ وبشوفه هو بيشتغل بشوفه هو بيحضر بشوفه هو بيقرأ بشوفه هو لو طريقته المميزة جدا في الاستفسار وفي السؤال وفي الكلام